السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الصف الثاني الاعدادي تعالوا مع بعض نبدأ شابتر سري ونكمل الاحداث بتاعتنا بتاعت زا ريد هدد لي طيب بنكمل هنا بنقول بعد حفلة الكمان شارلو قول مستولد دكتور واتسون ذات هي هاد تو سي سامون بفور هي وينت هوم انه واجب انه هو يشوف حد قبل ما يروح للمنزل طبعا علامتين تنصيص يعني حد طيب الحاجة هيحدث جريمة هزي الليلة واتسون طبعا هو كان مستر هولمز بيشرح لواتسون الكلام ده وكمان بيقوله ده هتكون خطيرة قابلني في شارع 221 بيكر ستريت ساعة عشرة بالزلط طيب دكتور واتسون وصل للشارع اللوه اتفقوا عليه هولمز كان بيكلم واحد اسمه وده من اهم رجال الشرطة في لندن وكمان كان بيكلم واحد برضو اسمه ماري ويزر هولمز اكس بليند كان بيشرح تو واتسون ذات زي هوب لتو كاتش افهم السيف قول جون كلي ذات نايت كان بيشرح لهم بيقوله بيقول واتسون انهما بيأملهم انهما يمسكوا على حرامي مشهور يدعى كلي في هذه الليلة بذكركم طبعا بالاشتراك في قناتي الانجليزي اسهل مع ميسة راسامي بالدكتور الزراري الاحمر سبسكرايب الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس بالدكتور الزراري الانجليزي اسهل مع ميسة راسامي على الفيسبوك متابعة واعجاب بالصفحة واعجاب بالفيديو ده كمان تعالوا نكمل احداث القصة المشوقة مع بعد بعد كده زفور من الاربع رجال اللي هما مين الاربع رجال اللي هو هولمز دكتور واتسون وكمان معانا بيتر جونز اللي هو البوليسمان اهم رجل شرطة في لندن ومستر ماريوزر اللي هو مدير البنك هما دخلوا اخدوا اثناء تاكسيين لما كانهم بيتنقلوا هولمز توت دكتور واتسون هولمز كان بيتكلم مع دكتور واتسون ذات مستر ماريوزر بيعرفوا بمستر ماريوزر فبيقولوا عنه ايه بيقولوا was the manager of the bank ده هو ده مدير البنك behind مستر ويلسون's shop شو كان قبل كده اخد هولمز اخد دكتور واتسون وراحوا مشهم حوالين محل مستر ويلسون بيكتشفهم كانوا بيكتشفهم المحلات المهمة اللي حوالين محل صغير بتاعه طيب شافوا ايه شافوا ان اهم حاجة حوالين المحل بتاعه هو البنك اللي موجود في ظهره او في جنبه طيب فهو هولمز عمل ايه راح للمدير بتاع البنك اللي هو مستر ماريوزر احنا قلنا ماريوزر ده مين was the manager المدير of the bank البنك behind اللي بيجانب او بخلف مستر ويلسون's shop يبقى مستر ماريوزر was the manager of the bank هو مدير البنك اللي خلف behind مستر ويلسون's shop نتجر مستر ويلسون the taxes اللي هي تاكسيين اخدوا تاكسيين فبنقول الجامعة بتاعها taxes were taking them اخدهم to مستر ماريوزر's bank كانوا رايحين الاربع ريال دور رايحين للبنك بتاع مستر ماريوزر when they arrived لما وصلوا مستر ماريوزر took them into the bank اخدهم للبنك and down into the seller وكمان نزلهم للقبو بتاع البنك it was dark inside the seller كان طبعا مظلم في القبو and there were a lot of large boxes وكان هناك العديد من السنديء الكبيرة طيب السنديء دي فيها ايه؟ ده عايز منها ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديوهات القادمة تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة باذن الله نكمل مع بعض القصة ونعرف احداثها المشاوقة وهولمز هيتصرف معها ازاي؟ في امان الله